السليب مروجي المخدرات تنوعت وطرقهم الملتوية تعددت إلا أن العيون الساهرة كانت لهم بالمرصاد المستخدمون في الكويت تداول صورا لحمام زاجل وقد تبت على ظهره كيس من القماش أحتوى على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وعبر حساباتها الإلكترونية في تطبيقي تويتر وإنستجرام الإدارة العامة للجمارك الكويتية أعلنت عن نجاح رجال جمارك مركز العبدالي الحدودي بالعثور عطائر من نوع الحمام الزاجل يحمل 167 حبة مخدر وضعت داخل قطعة قماش متبتة على ظهره كما أكدت الجمارك الكويتية على أنها أحدى الطرق التهريب التي استخدمها المهربون حسابات الإدارة العامة للجمارك زاخرة بالضبطيات وعمليات أحباط إدخال الممنوعات بشتى صورها إلى البلاد ولمتابعة جهود الإدارة العامة للجمارك الكويتية عبر العنوين الظاهرة على الشاشة